من موسكو ينضم إلينا مراسل غد يوسف بيقار إذن يوسف ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول القمة التي تنوي موسكو عقدها بشأن السورية نعم يرى قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو تناقش إمكانية عقد قمة ربعية تجمع رؤساء فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا بيسكوف قال بأن الإجراءات لعقد هذه القمة وبحث عقدها لا يزال جاريا لكنه قال بأنه لحد الآن لم يصدر أي قرار رسمي من الجانب الروسي يؤكد مشاركة روسيا أو عدم مشاركتها في هذه القمة قال بيسكوف بأنه إذا رأى الزعماء الأربع لهذه الدول ضرورة لعقد هذه القمة الربعية فإنها ستعقد في أقرب الأجال دبلوماسيا تقول موسكو بأنها سترسل يوم الاثنين المقبل وفدا عالي الروسية لإجراء محادثات أو جولة جديدة من المفاوضات بين أنقرة وموسكو للتوصل إلى حل سلمي ربما قد ينهي حدة الصراع المتواصل في الميدان عند متابعة تصريحات الترفين نجد أن هناك حدة في التصريحات أيضا من قبل موسكو التي أعربت بطريقة أو بأخرى بأنها لن تتوانى عن دعم الجيش السوري على الأرض إذا ما اضطرت الحاجة إلى ذلك كيف يعلق المراقبون اليوم على توتر العلاقات الروسية التركية بالفعل يارا هذا ما ظهر خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفرنسي ملمي مكرون والمستشارة الألمانية إنجرا ميريكل بوتين لا يزال متشبت بالموقف الروسي الدع إلى دعم الجيش السوري في حربه ضد الجماعات الإرهابية ويدعو إلى تطهير محافظة إدلب من الجماعات الإرهابية دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية من أجل تطهير إدلب من الجماعات الإرهابية وزارة الدفاع الروسية قالت بأنها دعمت جويا الجيش السوري للتصدي إلى الهجمات التي شنتها المعارضة الموالية لأنقرة وزارة الدفاع الروسية ذهبت لأبعد من هذا وقالت بأنه يجب على الجانب التركي وقف دعمه للجماعات المعارضة المصنفة إرهابيا بالأسلحة المتطورة وأقول أن هناك جهود دبلوماسية دولية لإحتمال أزمة بين أنقرة وموسكو تمثلت في مقترح ألماني فرنسي لعقد قمة ربعية كما قلنا بين رؤساء الدول الأربعة ربما لإحتواء الأزمة بين أنقرة وموسكو ودعم المسار السلمي لإنهاء الصراع في إدلب أشكرك يوسف شكرا لك يوسف بيقار مراسلنا من موسكو